وكان الصعوبات التي واجهها لا تكفي بالفعل انضمت أمواج المتوسط لقائمة معوقات الميناء الأمريكي العائم قبالة سواحل غزة لتفصل جزءا منه قبل أن يعاد ربطه معوق جديد يلقي بظلال من الشك على فعالية الرصيف الذي أنفق عليه البنتاجون 320 مليون دولار وأشرك في بنائه نحو ألف جندي وبحار لكن المرضود بحسب ما تقول صحيفة Wall Street Journal يبدو ضعيفا للغاية حتى الآن مع تسليم حمولة ما يعادل 71 شاحنة خلال أسبوع كامل عبر الرصيف وهو أقل بكثير من الهدف الأولي المتمثل في 90 شاحنة محمولة يوميا الأمريكيون ينفون أن يكون ذلك بسبب سوء التخطيط ويقولون إن السبب يعود للنظام البحري المرهق لإيصال المساعدات عبر الرصيف نظام يستلزم أولا إرسال المواد الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأخرى عن طريق الجوي أو البحر إلى جزيرة قبرص حيث يتم فحص المساعدات وتعبئتها على منصات الشحنة في ميناء لرنكا ومن ثم تقوم سفن عسكرية أو تجارية كبيرة بنقل المساعدات لمسافة 200 ميل تقريبا عبر البحر المتوسط إلى الرصيف العائم ومنه عبر سفن أصغر لمسافة 6 أميال بحرية إلى منطقة على شعوط غزة ومنها إلى المستودعات عبر أصول من الشاحنات لكن حتى مع إقرار واشنطن بأن رصيفها العائم هو إجراء استثنائي يبقى صلب الأزمة في إعاقة إسرائيل لدخول المساعدات برا والهجمات على عمال الإغاثة التي راح ضحيتها أكثر من 260 عاملا منذ بدء الحرب بحسب الأمم المتحدة فيما تؤكد المنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة أن زيادة المساعدات التي توفر إمدادات ثابتة عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها إسرائيل هي الطريقة الوحيدة لإبعاد شبح المجاعة عن سكان القطع ترجمة نانسي قنقر